اشتركوا في القناة 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 بالتأكيد على فريق الوداد اللي محتاج يرجع في النتيجة واعتقد ده بإذن الله قدام فرقة النادي الاهلي بحالتها بجهزيتها الفنية بتقلق عناصرها كفيل بان هو يزود الفطورة وبإذن الله ان شاء الله نحق الفوز هناك طيب نمر واحد خليني يكلم في نقطة مهمة جدا عارفين حضراتكم يا خلال تقول الحق الذي يراد به باطل كلام ده الحقيقة شايفينه اليومين دول احنا يعني احنا هنا ما بنردش على توافع الأمور يعني ما بنشغلش بالنا وخصوصا ان احنا عندنا مباراة مهمة جدا يعني على الأصوات التانية انها تشغل بالها بنفسها وبوقحها المرير اللي هي بتعيش فيه وان كانت المقولة دي او الفكرة دي اللي هي الحق الذي يراد به باطل هدفها المنطقي من وجهة ناظري لان ملاش اي منطقية يعني هي التعبير عن مشاعر الحقد والغل اللي فريق بيلعب رابع سنة على التوالي بطولة نهاية أفريقيا او نهاية بطولة أفريقيا وان ما كانتش كده فيها ممكن تكون بتعبر عن غباء شديد او خلينا اقول على افضل تأدير هي محاولة لتشويه وقلب الحقيقية زي ما تعودنا دايما ومحاولة للمدراء على منظومة فشل متكرر بس في النهاية انا هافترض انه اذا كان كل الكلام ده بيمثل نسبة 99% فانا هافترض انه فيه من رجاحة العقل وفيه من المنطق والموضوعية نسبة 1% فانرد على الفكر بالفكر والمنطق بالمنطق وفيه ناس كتير بتحاول تتكلم على مباراة الاهلي والوداد في مباراة العودة او من وجهة الاهلي والوداد في نهاية البطولة بشكل عام سواء زهابا في القاهرة اياما في الدار البيضاء بانه الاهلي فريق مرتاح وانه الاهلي بتأجله مطشاط على الكيف وعالهوى زي ما بيقولوا يعني وانه الاهلي لو كان بيلعب كل مطشاطه فده كان هيصيبه بحلم الارهاق كان ممكن جدا ما توصلوش لنهاء دور الابطال وانه في مقارنة عدد مباراة الاهلي للعباة محليا مقارنة بمباراة الوداد اللي لعبها في البطولات المحلية هنجد انه فريق الوداد لعب كامل مبارياته في حين انه الاهلي هنا ليه ست مباريات مؤجلة وانه الاهلي بيلقى كل انواع الدلع من منظومة او المسئولين عن منظومة كرة القدم في مصر سواء بقى تحت كرة مصري سواء ربطة اندية سواء سواء والكلام ده الحقيقة لا أساسة له من الصحة وببساطة شخصية جدا لما نيجي نفنده بلغة الارقام زي ما هم استشهدوا بلغة الارقام انه الوداد لعب 26 مباراة زيه زي كل الاندية في الدولي المغربي ولم تؤجل لي اي مباراة في بطولة الدولي المحلي رغم بشاركته في بطولة الدولي الأبطال ووصوله للمباراة النهائية زيه زي الاهلي بالتمام والكمال فعلى الرغم من تاني من ده انه الاهلي لعب 24 مباراة في الوقت اللي فيه عدد من الاندية المصرية وصل عدد مباراتها في الدولي المحلي لل30 مباراة وده واحد من الادلة اللي بتأكد على فكرة مجملة النادي الاهلي ومحابات النادي الاهلي وتفضيل النادي الاهلي على بقية الاندية المصرية وده كلام حقيقة ليس له اساس من الصحة وانا قلت ان انا هرد على الكلام ده زي ما قلت بالارقام وبلغة العقل والمنطق وخد بالحضرتك ان الاهلي والوداد مشوا نفس المشوار في بطولة دوري ابطال افريقيا يعني لعبوا نفس عدد المباريات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكن من الزنب الاهلي ابدا انه هو والوداد بيشاركوا في بطولة كاس العالم الوداد خرج بدري بدري رغم انه بيستضيف البطولة على ما لعبه وفست جمهوره والاهلي لعب كامل عدد المباريات في بطولة كاس العالم حتى نهايتها وبالتالي الأهلي لعب زيادة عن فريق الوداد مبارتين في بطولة بتقام بر مصر على الرغم من الوداد طبعا ما اضطرش يسافر لأن البطولة استضافتها المغرب ولعب مطشو على أرضه ووسط جمهوره ومش مسؤولية النادي الأهلي ولا ممكن تعاقب أبدا المسؤولين في النادي الأهلي على أن هم بيشاركوا في بطولات بتأخرها من الموسم الماضي وعشان الوضع عندنا في مصر ماشي عكس الطبيعي أو عكس المتعرف عليه اضطر الأهلي أن يلعب ثلاث مطشوات الموسم ده ما كانش مفترض بي أنه هو يخد اللقاءات دي بهذه القوة وخارج الحدود المصرية نتكلم على مبارتين تلعبوا في الإمارات مرة في مواجهة الزمالك في السوبر مصري ومرة تانية في الإمارات في مواجهة أيضا كاس سوبر مصري بس كانت التانية في مواجهة بيرامدز والأهلي مش مسؤول على أنه فيه كمالة بطولة كاس بنكملها من الموسم اللي فات فدخلت مطشطها في الموسم الحالي فاضطر الأهلي يلعب مباريات الكاس اللي كانت بتاعت الموسم الماضي اضطر يلعبها في الموسم الحالي ويصل لنهاياتها ويكسب البطولة لما تحسب عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي مع اختلاف مستوى المنافسة يعني الوداد لعب الهلال السعودي فاتغلب فخرج من البطولة الأهلي لعب أوكلاند سيتي مباراة زيادة لعب سياتل ساوندرز فكسب فتأهل لمواجهة الريال بطل الكوبة ليبرتادورس فبالتالي عدد مباريات الأهلي لو تعرض ليها وعدد البطولات اللي شارك فيها النادي الأهلي وعدد رحالات النادي الأهلي الخارجية والمباريات اللي لعبها خارج مصر لو تعرض ليها اي نادي تاني غير النادي الأهلي كان من ممكن جدا انه عدد المؤجلات او المباريات اللي يتم تأجيلها ليه اكتر بكتير من النادي الأهلي فما تلومنيش على تفوقي وما تلومنيش ابدا على مشاركتي الخارجية اللي هي الحاجة الوحيدة اللي منورة في الكرة في مصر على كل الأحوال خلينا نروح لموضوعنا وخليني أقولكم أنه حلقة النهاردة أنا طبعا بستقبل فيها نجم كبير لعب كبير ومدرب قدير اسم كبير جدا هو كابتن خالد جاد الله عشان أفرد مع الملفات وحط كل التساؤلات المرتبطة بالمباراة الأهم الموسم ده مباراة التتويج بإذن الله وبطولة وبلقى بدوري الأبطال مباراة الوداد يوم الحد اللي جاي وفي أسئلة كتيرة ممكن تكون في عقول جماهير النادي الأهلي بتدور لها على إجابات يعني أنا متوقع طبعا السؤال الأهم والأبرز كيف سواجه الأهلي الوداد على أرض وبين جمهور وهي الخطة الأنسب وخصوصا بعد ما استكشف كولر الوداد على أرض الواقع وأعتقد أنه ظهر في الفريق قدامنا ومش مطلوب مننا أن احنا نكون محللين على درجة عالية من الزكاء والفتنة عشان نكتشف أنه في مواطن ضعف ونقاط ضعف كتير جدا في فريق الوداد يمكن تكون من وجهة نظر ناس ميزة الأرض والجمهور هتصبوا في صالح الوداد أنا بشوف أنه ده واحد من الأسلحة اللي على الأهلي لعبته في الملعب وعلى ميستر كولر أنه هم يقلبوا لصالحه إزاي نقدر نعمل ده؟ لو جوابنا على كتير من الأسئلة المتعلقة بمرأة الزهاب قد نجد إجابات تفدنا جدا في مباراة العودة خليني أقول لحضراتكم وتوجه بالشكر طبعا نيابة عن زميل العزيز إسلام الشاطر في كل من تفضل بمواساته وتقدم بواجب العزام برح الحقيقة يعني طبعا كان فيه حضور كبير من زملاء ملعب ومن رموز في كرة القدم ومن رموز الرياضة ومن مسؤولين طبعا المهندس سيف الوزيري رئيس شركة السادات عضاء مجلس إدارة النادي الأهلي نجوم الكرة نجوم الإعلام الرياضي كلهم الحقيقة كانوا حرصين على تقديم واجب العزاء في زميل عزيز إيهاب الخطيب طبعا في وفاة المخفور له بإذن الله والد الكابتن إسلام الشاطر كل الشكر الحقيقة لكل الحضور لتفضل بتقديم واجب العزاء سواء في الإسكندرية مسقط رأس إسلام يعني أو في مسجد القاد إبراهيم أو إمبارح طبعا فيه مسجد الحامدية الشازلية وربنا الحقيقة يعني خلص دعواتنا طبعا للمخفور له بإذن الله بالرحمة والمخفرة وربنا يا رب يسكنه فسيح الجنات أستاذ طرق أنديل طبعا عضو مجلس طرق كتير من الرموز الحقيقة في كل المجالات مش بس حتى فيه المجال الرياضي حتى المجال الصحفي والإعلامي كانوا حضرين إمبارح عشان يقدم واجب العزاء للزميل عزيز إسلام الشاطر فشكرا لكل من حضر فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا وندخل فيه أخبارنا ونروح لشامبيونزليج بس مش أفريقيا المراضي شامبيونزليج أوروبا اللي هيكون قبل معاهد الأهلي والوداد بـ 24 ساعة الستي في مواجهة إنتر ميلان مع واحد من نجوم الإنتر هيكون ضفنا فيه أستاذسة بس قبل ما نبدأ الحلقة وندخل في التفاصيل نروح لفاصل هي قصة مش بطول المدة طبعا يعني وإن كان مدرب زي ديجو سيميوني يعني بقاله أكتر من عشر 11-12 سنة كمان مع أتلاتي بس هي الفكرة في المردود والفكرة في المشروع أنت بتكلم عن تجارب استمرت على أقل تقدير زي باب جورديولا اللي بيجي في المرتبة الخمسة تقريباً 6 أو 7 سنين وبالتالي هنا كان فيه فكرة وكان فيه مشروع وكان فيه رؤية تحطت وتبنت على أساس وجود مدرب بحجم باب جورديولا أو حتى على نفس المستوى يعني مع الفارق طبعا تجربة يورجين كلوب مع ليفر بول وهم الاثنين داخلين في نفس القائمة لكن لما أشوف ليفر بول مع كلوب أقول أنه فيه طفرة وفيه نقلة حصلت على مستوى ليفر وقدر مع يورجين كلوب أنه يستعيد أمجاد الماضي بجد ويحقق بطولات كبيرة زي البريمير ليج وزي الشامبيونز ليج بجد نفس الأمر ينطبق على الستي وإن كان الستي ينقصه بس التتويق بالشامبيونز ليج اللي هي معصلجة ما عندها مش عايزة لكن في النهاية عندنا نهاية مهمة جدا ومنتظر وكل الأراء بتقول أنه فرص الستي أكبر لكن في المطشاط اللي من النوع ده واخد بالك هنا الأرقام والتواريخ كلها في مصلحة الإنتر الإنتر كان واحد من عمالقة أوروبا وسبق لي تحقيق اللقب أكتر من مناسبة وعنده شخصية البطل جوا إيطاليا وبرى إيطاليا ولأن ده الإيطالية متوهجة السندي في بطولاته الأوروبية مش بس في الشامبيونز ليج الكلام على الكونفرنس ليج والكلام على اليوروبا ليج كمان ثلاث أندية إيطالية فيرونتينا روما الإنتر وصلين لنهائيات الثلاث بطولات ففي حالة تواهج إيطالي أكيد هتأثر معنوين لكن برضو خليك تحط في الاعتبار أنه أنت بتواجه الستي الستي هو كبير أوروبا والستي هو الفريق الذي يخشى مواجهته الجميع النهاردة كل فرق أوروبا بما فيها العمالقة كلمني على البرسا كلمني على الريال كلمني على اليونيتد كلمني على البيرن كلمني على البي اي اش جي كلمني زي ما تكلمني أي حد النهاردة بيحاول أن يتفادم واجهة مشوستة سيتي بالذات الموسم ده ومع وجود الورق الربحة طبعا إيرلينج هولد فعشان كده بقولك أنه الأرقام والحسابات ما لهاش علاقة التاريخ حطه على جنب خلينا نبص على أرض الواقع وأرض الواقع بتقول أنه المتشاط اللي بتتلعب من أو المواجهات النهائية مباريات النهائية اللي بتتلعب من مواجهة واحدة بتبقى خارج كل الحسابات والتوقعات ويمكن عشاء الستي يفتكروا كويس قوي المناسبة اللي تأهل فيها الستي لمواجهة شلسي في وقت كان الستي أفضل بمراحل وفي وقت كانت كل الأراء والتوقعات بتقول أن الستي هيحسم اللقب بسهولة فكانت المفاجأة أو أقول كانت الصدمة وقدر تشلسي أن يحقق المعجزة خلينا نتكلم كمال عن أن الكرة الإيطالية الحقيقة مدرسة دفاعية منظمة في غاية الدقة تقدر تتعب أي فريق ومن هنا بتيجي أهمية الإعداد النفسي والزهني في المتشاط اللي من النوع ده اللي من وجهة نظري لا تقل أهميتها عن الإعداد البدني والفني والتكتيك في النهاية سيفوز الأفضل على مدار 90 دقيقة وده السيناريو اللي مشابه إلى حد كبير جدا لسيناريو الأهلي طبعا السنة اللي فاتت وقلت أنه لو كنا فكرنا في المباراة مش عايزة أرجع بالتاريخ بس أنا يعني يمكن المثل ده يدلل أو يعضح حضراتكم الفكرة لو كنا تعاملنا على أنه المباراة بتاعت السنة اللي فاتت الأهلي لعب هنا في القاهرة ونتيجة المباراة كانت سفر سفر يمكن الإعداد النفسي والزهني كان اختلف وإحنا بنلعب مباراة من جولة واحدة في المغرب دار البيضاء أرض الوداد وجمهوره حضرين كانت يمكن نتيجة اختلفة الأهم ولو أملك عصرة سحرية أحاول أعمل بيها برينووش أو غسيل مخ أنا أتمنى أنه نروح الدار البيضاء على أساس أنه نحن متعدلين واحد واحد نتيجة المباراة هدف المكسب ده أنا أحطه على الجنب كده وانساه خالص وأروح على النتيجة واحد واحد والمطلوب مني ألعب في جيم يا إما أكسب يا إما أتعادل أعتقد لو قدرنا نعد نفسنا على فكرة أنه إما المكسب وإما التعادل مش عايز نروح نلعب على التعادل دي يعني ريزكي قوي بالنسباني وإن كنت الحقيقة عندي يقين أنه الأهلي قادر يسجل خدوا بالكم أنه الأهلي هجوميا يا جماعة فايق وفارق جدا 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 في الفترة الأخيرة مشاكلنا الدفاعية على ميستر كولر أنه هو يتعامل معها وأنا هسمع رأيي النهاردة كابتن خالد جادالة في قصة يعني النواحي الدفاعية والهجومية بالنسبة لأهلي سيناريو المباراة طريقة اللعب الأفضل والتشكيل لكن خلينا نروح الأول للسيتي والإنتر نهاي دولة الأبطال المباراة التي تقام إن شاء الله في اسطنبول يوم السبت القادم قبل 24 ساعة من مواجهة الأهلي والودات في نهاية شامبيوز ليج برضو بس شامبيوز ليج أفريقيا معنا واحد من أساطير الإنتر الحقيقة حارس مرمى الإنتر السابق ولاتسيو أيضا السابق ماركو بالوتا الأسطورة الإيطالية وضفنا فيه السادسة طبعا نخذوا بالكم الفترة اللي كان بيلعب فيها ماركو بالوتا في الدول الإيطالي سواء مع إنتر أو مع لاتسيو كان الدول الإيطالي في التوقيت ده اللي ما يعرفش أو اللي ما شافش هو الدوري الإنجليزي دلوقتي كان أفضل دوري في العالم وكان هو الوجهة الأولى لأهم من جوم العالم كان واحد من أقوى الدوريات إن لم يكن أقوىها وكانت كل الفرق فيها أهم من جوم الكرة في العالم كله يعني مش بس هقولك اليوفي والإنتر والميلان وروما لا كل الفرق الإيطالية فيورونتينا سامدوريا فيرونا كالياري كلهم فيهم أهم أسماء كرة القدم في العالم كله فكان واحد من أقوى الدوريات خلينا نرحب بماركو بلوتة حارث مرمى الإنتر ولاتسيو السابق ضفنا في السادسة قبل طبعا أيام وليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الخير وأهلا وسهلا بك شرف لنا أنك تكون موجود معنا في السادسة بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك شكرا شكرا لكم شكرا لكم جميعا يعني أنا عارف أن المباريات من النوع ده ما ترتبطش أكتر بأرقام وبتواريخ لكن بالتأكيد الإنتر في مواجهة سيتي يمكن تكون أهم مواجهة لكرة الإيطالية في الموسم الحالي إزاي بتشوفها وتوقعاتك لنتيجة المباراة la finale dici sì 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 la finale di конфرنز بالنسبة نعم بالنسبة للنهاي sì 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 l'inter adesso ti sento bene dimmi ok نهاي كبير جدا لأول مرة نتعرض لهذه المباراة من هذه النوعية لأول مرة نتعرض لوحش من وحوش الكرة أما منها معظم الفرق تخشى منشستر سيتي لا سيما بعد هزيمته لريال مادريد فنحن الآن في مواجهة صعبة ولا أقول كما يقول الجميع أنه مستحيل ولكن أقول أننا ممكن أن نصنع الكثير فمن الممكن أن الإنتر ميلا ممكن أن يحرز هدفا في نفس المباراة أو في نصف المباراة ثم بعد ذلك ندافع بقوة كما تعلمون أن لدينا مدافعين أقوياء جدا لديهم القدرة على التصدي للمباراة ليست مباراة سهلة لكن نحن نستطيع أن نقوم بها طيب خليني أتكلم معك على التحضير النفسي يعني بعيدا عن نواحي الفنية والخططية أنا بشوف الإنتر الحقيقة واحد من أكبر لأندافي أوروبا وحتى وإن كان ابتعد لفترات عن منصات التتويج فبالتأكيد تاريخ النادي حضوره في منصات التتويج فوزه بالبطولة قبل كده أعتقد هيبقى جزء من تحضير إنزاجي نفسي مع لعبته قبل مواجهة سيتي اللي بيعتبر واحد من أفضل عنديت العالم إن لم يكن أفضلها في التوقيت الحالي شايف ده إزاي من واقع حتى خبرتك ووجودك في الدولة أو لعبك في الدولة الإيطالية صالح الإنتر في فترة كانت البطولة إيطالية أو الكلشو هو أقوى بطولة على مستوى العالم أستطيع أن أقول لا أستطيع الإجابة عن سؤالين لكن أجيبك على أول سؤال ممكن يعادة السؤال مرة أخرى أكلمك على التحضير النفسي اللي ممكن يكون بنفس أهمية أو قيمة التحضير البدني والفني أكلمك على فكرة إنه الإنتر طول عمره واحد من الأندية الكبيرة في أوروبا وفي إيطاليا ومتعود يلعب البطولات الكبيرة ومتعود يفوز باللقب إزاي يستفيد إنزاجي بدأ في تحضير وتهيئة لعبته قبل ما يوجهه الست يوم السبت اللي جاي إنزاجي من ناحية تحضير اللعبين وتهيئتهم نفسيا وجسديا وعقليا أيضا فهو كما قلنا هو معلم كبير لدي القدرة على إقناع لعبي أنهم يقاتلون من أجل لقب لا يحتمل الخسارة يقاتلون من أجل بطولة ليس لديها فيها اثنين من الفائزين هو فيها فائز واحد وخاسر واحد لكن أقول من الناحية النفسية هو يراعي هذه الجزئة جيدا جدا كما نرى كما رأينا في المباريات السابقة إنزاجي سيستعد بقوة لهذه المباراة وسيعد لعبه جيدا وأيضا اللاعبين على درجة عالية من الثقة في أنفسهم وهذا مهم للاعب الكرة بشكل عام لكن أنا لا زلت مقتنع أنه ليست الناحية الجسدية فقط ولا الناحية النفسية إنما هي الناحية الجماهيرية لا بد من جماهير الإنتر ميلان أن يقفوا معهم حتى آخر لحظة وأن يشجعهم بقوة تعتقد أن الإنتر أو إنزاجي تحديدا هيلجأ لمواجهة كتيبة جوارديولا بطريقة دفاعية معروف طبعا أن الإنتر واحد من أقوى الفرق والمنظومة الدفاعية عموما للكرة الإيطالية الإنتر والميلان بشكل خاص في منطقة القوة في مواجهة مطرقة هجومية وتقلق هجومي كبير للسيتي بقيادة طبعا هالند بقيادة دي بروينا برناردو سيلفا جريليتش هي مصادر الخطورة في السيتي كتيرة جدا ومتعددة هل تتوقع أن إنزاجي راهن على مباراة فيها تكاتلات دفاعية أكتر ولا جيم مفتوح وهيكون ند لند للمان سيتي لا أظن أن لا نقوم بخطة الهجوم ولكن خطة الدفاع هي أفضل في كل الأحوال إنتر ميلا لديه مدافعين أقوى من مهاجمي لا شك أن مهاجمي لديهم قدرة فائقة طبعا على التفوق وعلى وعلى إحراز الأهداف بجدارة لكن خطة دفاعية من وجهة نظري ستكون أفضل أننا نحاول قدر المستطاع أن نحرز هدفا في أول المباراة ثم بعد ذلك نقوم بخطة دفاعية وهذا سيكون أفضل أنا أعتقد أنه ليس من السهل مقتلة هذا الوحش كما قلت لكم سابقا ولكن سنقوم وسنفعل ما بوسعنا وإنزاجي مدرب رائع سيفعل ما بوسعه لا نقول للإنقاذ ولكن سينقذ نفسه أولا من هذه المباراة أي من أوراق إنزاجي يمكن المراهنة عليها من من تشكيلة أو من تركيبة الإنتر في الوقت الحالي يرى ماركو بالوتا أنه قد يصنع الفارق وقد يخطف اللقب لصالح الإنتر في مباراة يوم السبت الإنتر لديه مهاجمين مهمين مثل مثل لوتاكو مع بعض المهاجمين لكن أنا من وجهة نظري لا نراهن على لاعب واحد ولكن هي خطة كاملة لا نستطيع الاعتماد على لاعب واحد فقط فمنشستر سيتي يراعي هذا جيدا وأيضا أيضا دفاع المانشستر سيتي دفاع قوي جدا فإن لاحظ أننا سنلعب على لاعب واحد أو نضع آمل على لاعب واحد بالطبع سيحرص كل الحرص على أن تصل الكرة إليه لكن أقول منشستر سيتي خصم يمكن أن يهزم رأينا سابقا بعض الفرق والأندية الكبرى و بعض المنتخبات العظيمة وهزموا في المباريات الكبرى لكن لا أقول أننا كجمهور إيطالي قبل أن نكون لعبين لا نحتمل خسارة أخرى كواحد من النجوم التي تعلقوا في حراسة مارمال إنتر بالتأكيد كان بيبقى لك كلام توجيهات مع المدافعين في الوقت التي كنت تلعب فيه الإيقاف خطورة المهاجمين الكبارة التي كانوا يلعبون في الدولة الإيطالية مدافع الإنتر على وشك أنهم يواجهوا مكينة أهداف متحركة اسمها إيرلينج هالند ده صحتك إيقاف إيرلينج هالند قبل مواجهة النهائية شامبيوز ليك لو بتكلم مدافع الإنتر في الوقت الحالي أو بتنصح مدافع الإنتر أقول لهم خذوا احتياطتكم جيدا ولازلت أقول وأكرر أن هالند في المباريات الكبرى لا يكون متفوقا كالمباريات الأخرى وفي النهائيات نقول لا يجد نفسه ولا يجد حظ كافيا للإحراز لكن الخوف ليس من هالند وحده الخوف الخوف من كل الفريق بشكل عام وأتوقع وأقول لكم من هنا على شاشة قناة الأهلي أن الإنتر سيفجر مفاجأة للجميع فاللاعبين طيب خليني أفكرك بس يهمي كمان أتكلم معك على كورة إيطالية بشكل عام لأن أنت في الوقت اللي كنت بتلعب فيه لصالح الإنتر أو حتى لاتسيو كانت البطولة الإيطالية هي البطولة الأقوى على مستوى العالم كله هل بتشوف أنه نجاح الأندال الإيطالية السندي وتقلقها على المستوى الأوروبي روما فيورنتينا الإنتر وصولهم للمباريات النهائية في التلات بطولات الكبرى إليه الآن فلاسفرق إيطالية تصل إلى النهائيات رأينا روما قام بموراة رائعة أمام إشبيليا مثلا وسنرى إنتر ميلا وسنرى فيورنتينا أيضا سيحقق أيضا فوزا ونأمل ذلك ولم لا هذا ليس مستبعد فالدور الإيطالي سيعيد نفسه من جديد لا سيما بعد هذا الموسم الأكثر شراسة والأكثر قوة والأكثر روعة في حياتنا والأكثر روعة لم نرى هذا منذ سنوات لكن نعتقد أننا سنعيد هذا ونعيد الأمجاد مرة ثانية نعيد مجد وفخر الكرة الإيطالية نعيد الأساطير التي كانت موجودة منذ القديم واحد من أهم الأساطير دي كان طبعا نجم الكرة العالمية الحقيقة واحد من صاحب يعني الأرقام القياسية في كرة في أوروبا السويدي زلطان إبراهيموفيتش وهذه هي سياسة كرة القدم العالمية اعتزل قبله كثير من الأساطير لكن إبراهيموفيتش كان علامة في الإنتر ميلان كان رمزا في الإنتر ميلان بالفعل هو لاعب كبير ولا يمكن أن يخارن أحد به في مستواه البدني وفي مستواه الرائع الذي قدمه الإنتر ماركو بلوتا تشرفت جدا بمعابلتك بشكرك على مشاركتك وعلى الحوار معنا في السادسة كل التوفيق ليك وللكرة الإيطالية باستثناء مباراة طبعا شامبيوز ليج لأنه أنت عارفين ميولي كلها مع السيتي وأن كنت الحقيقة أحترم وأقدر بشدة طبعا نادي الإنتر بكل العظماء والأسماء الكبيرة جدا اللي عبت له فاصل ونستقبل نجمنا الكبير النهاردة فيه السادسة كابتن خالد جدال هل يستطيع الأهلي أن يتابع بلقب دوري أبطال إفريقيا في المغرب الإجابة نعم هل يستطيع الأهلي أن يتفوق ويفوز على الوداد المغربي على أرضه وسجمهور يوم الحد في نهاية دوري الأبطال أو في المباراة العودة والإجابة أيضا نعم طب الكلام ده ما بني على إيه ما بني على تاريخه ما بني على حقائق وما بني على أرقام تاريخ بيقول أنه الأهلي في أوقات كتير جدا في مباراة الزهاب اللعبة هنا على أرضه ما حقاش نتيجة إيجابية وقدر أنه يحسم اللقب ده في الخارج على كبار القرى مرة على حساب الترجي التونسي مرة على حساب الصفقيس التونسي بل أنه قدر أنه هو يتفوق على فليل وداد نفسه على ملعبه وفوزت جمهوره مرتين والاثنين كانوا في دوري الأبطال إيه اللي يمنع أنها تتكرر وخصوصا أنه أنك أنت رايح بأفضلية في النتيجة وأفضلية معنوية لأنه عندك فرص كتيرة جدا لحسم اللقب لصالحك يوم الحد القادم لكن ده ما يمنعش أنه فيها أسئلة كتيرة جدا بين السطور ننتظر إجابتها من نجم كبير بيشرفنا النهاردة في سادسة كابتن خالد جدولة كابتن خالد مساء الخير مساء الخير أحمد أتحياتي ليك أقولك مبروك مؤقتا لغاية إن شاء الله ما نقول المبروك الأهم والأكبر بالفوز والتتويج إن شاء الله بلقب دولي الأبطار طبعا مبروك على كل جماهير النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري ومجلس الدارة على الفوز بتاع أول مبارح وده فوز منطقي وطبيعي كنا نتمنى أن النتيجة يكون أكتر من كده ولكن إحنا بنلعب في فاينال أفريقيا مع فرق ليها تاريخ وليها شخصية وبطل النسخة اللي فاتت اللي هو فريق الوداد فريق قوي فمن الطبيعي إن الماتش لو طلع اتنين واحد ده طبيعي بالنسبة لي وإن الماتش اللي جاي بإذن الله لو ربنا كرمنا وكسبنا ده طبيعي برضو بالنسبة لي فهو ما فيش قلق إحنا كسبنا الماتش اللي فات أهم حاجة إزاي نحضر نفسنا ونحضر لعبتنا للماتش اللي جاي يوم الحد بإذن الله طيب خليني أبدأ من هنا الفوارق اللي ظهرت بين الفرقتين واللي ترجمتها أرقام المباراة هل بتشوفها نتيجة مباشرة للفوارق الفنية وفوارق في الإمكانيات اللي بين الفرقتين ولا كان للأرض الملعب يعني والجمهور السبب الرئيسي في ده لا طبع جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد في كل المباراة اللي هي يعني بتجيب لنا بطولات وجمهور مثالي أعداد غفيرة بيشجع بشكل هايل ولكن نيجي نتكلم في حتة تانية في الفرقات الفنية الفرقات الفنية ما بيننا وما بين فرقة الوداد لا في مصلحتنا الفرق ما بين فرقتنا وما بين فرقة الوداد الحلول الفردية اللي عند اللعيبة عندنا أكتر كتير جدا من فرقة الوداد فرقة الوداد الحلول الفردية للعيبة قليلة هم بيلعبوا بشكل جماعي ما عندهمش نجم واحد النجم هو الفريق بينفزوا النواحي الدفاعية بشكل كويس جدا من ناحية التمركز ومن ناحية الارتداد السريع في نص ملعبهم بعد فقدان الكورة بيعتمدوا على الكاونتر أتاك وعندهم شوية سرعة في الماتش هناك خليني قبل ما نروح للماتش هناك أتكلم على الماتش هنا لو قسمت الماتش هنا لجزئين جزء هو الشوت الأول وجزء هو الشوت التاني هجد أنه الأهلي تقريبا سيطر واستحوز وعمل كل حاجة في الكورة في شوت الأول لدرجة اللي وصل فيها معدل استحواز وتقريبا لـ 80 وأكتر من 85% صنعت فرص خطورة على المرمى فترة غاب فيها الوداد تمام اختلف الشكل ده في الجزء التاني من المباراة وفي شوت التاني من المباراة وبقى إلى حد ما حسنا أنه في نديه حسنا أنه الوداد تخلى عن الشكل الدفاعي اللي ظهر عليه في شوت الأول ويبتدى يبادل الأهلي لجوم ووصل في كورة أو في كورتين من وجهة نظرك هل ده كان ليه أسبابه؟ هل شايف أنه كان ليه أسباب في فكر مستر كولر أنه الطريقة تتغير ولا الوداد هو اللي فرض على الأهلي الأسلوب ده؟ لا كان ليه أسبابه احنا الشوت الأولاني لغاية الدقيقة 65 من الشوت التاني وان سايد جيم لمصلحة الناد الأهلي تفوق في كل حاجة تفوق لينا في جميع النواحي الفنية جوه الملعب سواء دفاعيا أو هجوميا يمكن الرجاء خلال الشوت الأولاني كان ليهم فرصة واحدة الوداد سوري كان ليهم فرصة وحيدة اللي هو الانفراد اللي أنقذه مصطفى شوبير ومصطفى شوبير من أحد المكاسب الكبيرة جدا في هذا اللقاء لغاية الدقيقة 65 زي ما بقولك الاستحواز بالنسبة 82 أو 85% لمصلحة الناد الأهلي احنا متسايدين اللقاء أحرزنا هدف خلال الشوت الأولاني الأهلي الأكبر الوداد على ده والذي كانت خطة سفين فاندنبروك يعني الراجل هو متفق معاهم أو محفظهم أنه نلعب قدام الأهلي زون تكتل هنحاول نمنعه ولا الأهلي أكبر وداد على دركة الخير لا هما دي كانت طريقتهم خلال الـ 45 ديئة الأولى هو كان عايز ما يجيش فيه جوان عايز يطلع صفر صفر بأي أداء وبأي عرض هو ما يهموش أنه يلعب بشكل كويس هو يهمون زي أن يطلع خلال الشوت الأولاني صفر صفر ربنا وفقنا وجبنا هدف قبل ما الشوت يخلص في الـ 46 وتقدمنا بهدف يمكن الهدف ده هو خلاهم يبتدوا يفكروا فيه إزاي يغيروا من طريقة اللعب بتاعتهم أو الأداء الهجومي بالذات بتاعهم ولكن بالنسبة أنا هقول لك سر على فرق شمال أفريقيا بالنسبة للمغرب وتونس والجزائر دايما في الماتشات المصيرية دايما ما يبتدوش بحمية كبيرة جدا بحيث أن هم يجبوك معاهم يعني ما بيبتدوش بضغط عالي وده اللي هتكلم فيه لما نيجي نتكلم على المطش بتاع يوم الحد ويمكن الكلام ده هيبعكس كلام ناس كتيرة ما يضغطش عليك من الأول ما يلعبش برتم عالي من الأول لا بيهدي الدنيا بيهدي الدنيا عشان يهديك أنت كمان معه وفي عشر دقائق خالص وبعدين في ربع ساعة يفاجأك ويبتدي الرتم تلاقي بقى لكنك بتلاقي فرقة ثانية فهما ده اللي عملوه خلال الشرط الأولاني ما هدين الدنيا خالص بيدفعوا بس ما لهمش أي تواجد مش عايزين يعني ما لهمش تواجد هجومي عليه غير الفرصة اللي قلنا عليها عشان يطلعوا أول خمسة واربعين ديئة بدون أهداف أكبر دليل على كلامي ده بعد ما أحرزنا الهدف الثاني ابتدت فرقة الوداد تطلع لا الشكل بتاعه هيتغير لكنك بتلاعب فرقة تاني يبتدوا يبتدوا يهجموا بكسافة ظاهرين الجنب اللي بيهجموا بشكل قوي جدا والهدف اللي جابوه من تقدم الظاهير الأيمن لهم عندهم ظاهرين على فكرة كويسين جدا من أحسن اتنين في الفرقة باكليفت يحيى عطاية الله والباك رايت هلموت تقريبا أه الاتنين هايلين وبتدوم في النواحي الهجومية خطورة بشكل رهيب جدا لازم يتعامل حسابهم في الماتش اللي هناك فالأداء اتغير يحيى عطاية الله ما كنتش عفودي على الماتش اللي هناك بس يلا يعني يلا معلش يمكن خير كل حاجة خير على فكرة فكرة لازم التفاعل يكون موجود طبعا طبعا وأي حاجة ربنا لو كان هو كان المفروض يطرد ما اضطردش يبقى خير ممكن يغرقهم في الماتش اللي هناك صحيح يعني فهو ده فرق شمال أفريقيا فرقة الوداد بتبتدي الماتش اللي جاي لو هنتكلم عليه احنا بس كنت عايز اتكلم على ايه في الماتشات اللي هي هتكسبك بطولة مهمة قوي استثمار الفرص اللي الجيل أنا كنت عايز قبل ما اروح مع حضرتك للقصة دي اكلمك على فكرة الاستثمار الفرص اللي كنت بقول عليه حتى من بداية معسكر الاهلي من بعد بخلصت تلات ماتشات بتوع الدوري والمستوى اللي شوفناه في الاهلي في أفريقيا يعني في ماتشير الترجي هناك وهنا وبعد كده تلات ماتشات في الدوري كنت الحاجة اللي بقول عليه انه الحاجة اللي نقصها في الاهلي او اللي محتاجه شغل مننا قبل من نروح لنهاية دولي يا ابطال هي فكرة استثمار الفرص وميستر كولر تكلم على ده حتى في المؤتمر الصحفي قالك احنا صحيح بنكسب كل الماتشات وصحيح ما بنستقبلش اهداف لكن قدرتنا على صناعة الفرص الخطيرة او المؤكدة بعيدة تماما على معدل احرازنا او تسجيرنا الاهداف يعني واضح انه هو عارف انه مشكلة لكن حتى ده ما تترجمش في موصل الزهاب يا كابتل خالد احنا بنعرف نصنع فرص وبنوصل للجون بشكل كبير جدا لكن الترجمة هي الاهم الترجمة في ايه في الماتشات الكبيرة اللي هي هتكسبك بطولة ممكن تجيلك فرصة لو استغلتها بتكسبك بطولة صحيح فيش حاجة اسمها ضيع كور مفيش حاجة احنا كان ممكن نكسب تبقى النتيجة قبل الهدف بتاع الوداد اربع صفر فيه كورة في شكل اولاني انفراض لكهرباء شطها يعني شطها بشكل مش كويس كان نسبة تركيزه قليلة في الشط التاني كورة حطها برجله الشمال اللي الجون طار ومسكها برضو دي كان ممكن يتصرب فيها بشكل احسن من كده كتير فكان ممكن نكسب اربع فالماتشات التقيلة اللي زي دي اللي هي بيبقى فيها ضغط نفسي وبتلعب مع فرقة برضو نقدر نقول ان هي فرقة كويسة لها تاريخ كسبة بطولات زيك الفرصة اللي بتيجي مش تعوض لازم يبقى نسبة تركيز اللاعب اكتر من 200% عشان يقدر يحرز بيها هدف ويريح بيها فرقته ويريح بيها النادي بتاعه فانا تمنى برضو يوم الحد لان الفرص يوم الحد مش هتبقى كتير بالنسبة لنا وبالنسبة لهم والموفق في استغلال الفرصة او الفرصتين اللي حجيلوا هو ده اللي هيكسب الماتش فانا تمنى تبقى لعبتنا درجة تركيزها عالية جدا يتفرجوا على الماتش اللي فات بشكل مرة واثنين واكيد هم طبعا بيتفرجوا والجهاز الفني بيحللوا الماتش وبيفرجوا اللعيبة ولكن استثمار الفرص ادارة كولر للمباراة هنا شفتها ازاي اختياره للطريقة اختياره للتشكيل اختياره للأوراق البديلة توقيت التغييرات شفت اقدارة مستر كولر ازاي اول حاجة اختيار التشكيل هايل عشر على عشر ده احسن تشكيل او افوأ لعيبة في الوقت دوا هو ابتدى بيها الماتش ادارته للماتش لغاية الدقيقة خمسة وستين عشر عشر وكان اكتر من رائح دايما انا بقول ان كورة القدم مفاسة وابت كل الماتش شغال كل خمس دقايق فيه متغيرات لازم تواكب هذه المتغيرات بمعنى ايه نمر واحد لازم تحس بلعبتك وصلوا لانهي مرحلة من الجهد البدني يعني وصلوا دلوقتي هم وقفين على رجليهم ولا ابتدوا يتعب على فكرة احنا اكتر حاجة واقعنا فيها في الماتش اللي فات كملحوظة يعني ان الاسراف في بازل الجهد من اول دقيقة لعبنا اللعيبة بتاعتنا لعبت برتم عالي قوي فضلوا شغالين على هذا الرتم العالي ستين دقيقة ستين دقيقة بعد كده حصل دروب وعشان كده مهم جدا برضه في ماتش يوم الحد كيفية توزيع وتنظيم بازل الجهد خلال المباراة انا مش يا فرحتي ان انا بلعب برتم عالي من اول دقيقة ما انا هخلص زي الماراسون الماراسون تلاقي دايبا لعيب الماراسون بيبتدي عشان هيجري مسافة طويلة جدا بيبتدي بريت متوسط يفضل يحافظ عليه 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 وبعد يبتدي يفتح في الاخر في النهايات في حت التنظيم بازل الجهد دي مهمة جدا لغاية الدقيقة 65 زي ان بقولك هو كان اداءه بشكل رائع هو عمل تغييرين واللعيبة احمد عبدالقادر كانوا محمد شريف وهم بيسخنوا فيه جون جي فينا الجون فرقة الوداد جابت فينا الهدف هنا انا كان نفسي يحصل وقفة لان احنا كنا محتاجين من قبليها واضح ان العابتنا تعبت التغييرات من وجهة نظري ان كان لازم نزود العيب في نص الملعب برضو يشيل مع سلاسي وسط الملعب اللي عملوا مجهود كبير جدا وفي نفس الوقت يبقى فيه تعليمات لحمدي فتحي وديونج ان هم يقفوا شوية في نص الملعب يبتعدوا عن الزيادة العددية في الهجوم عشان يحافظوا على لان احنا كذبانين 2-0 و2-0 متألي كانت نتيجة لو خلص المات شكاية كانت تبقى مطمئنة لينا بشكل كبير جدا اللي بين السطول يا كابتن الناس كلها كانت حسا وانا ما عنديش شك انه اللعيبة كمان في الملعب احجالها الاحساس ده انه احنا قريبين من الثالث وسهل ان احنا نجيب الثالث فنكمل بنفس يعني بنفس الطريقة ده كان احساس جمهور انا معرفش طبعا ميستر كولر بيفكر ازاي ولا اللعيبة انا مش مكانهم عشان اعرف بس انا واحنا بنتابع المباراة انا قلت الاهلي قريب من احرازها ده في الثالث وبالتالي يعني الدنيا تخرص يعني ثلاثة هنا يريحوني قوي هناك فيمكن ده الانطباع اللي كان عند ميستر كولر او الانطباع اللي كان عند اللعيبة مش عائف لا هم لازم يفكرون مش زيهم زي الجمهور لو اللعيبة والموديل الفني هيفكر زي زي الجمهور يبقى نجيب حد من الجمهور لا انت الاحساس احساسك بالمتش للناس الفنيين بيبقى مختلف عن الناس اللي هي جمهور نادي الاهلي بيشجع وعايز جوان لكن الاحساس بيبقى مختلف تحت وانت بتدير فاحنا كنا وصلين 2-0 نتيجة كويسة لو خلص بيها الماتش يعني شايف انه كان لازم نقفل الجيم على كده بعد البدء من الدقيقة 60 كان لازم يبقى فيه تغير مش هنقفل ده بالعكس احنا كان ممكن احنا لو قفلنا بشكل كويس جدا لان فرقة الوداد ما كانش حيبقى قدامها غير ان هي تتقدم وتهاجم بشكل ممكن يبقى عشوائي زي الكورة زي الكورة اللي مسكها بيده انت لو تشوف المنظر فرقة الوداد كلها قدام كلها قدام ما فيش غير واحد بس وحسين الشحات وبرسيتا واثنين مهاجمين على الخط فهم بيهاجموا بطريقة شوية فانت لو كنت قفلت في نص الملعب ونزلت لعيب وسط ملعب وهو كان برضو من وجهة نظر ان عمر الصلاية كان لازم يلعب على حساب قهرابة تمام ويبقى حسين الشحات وبرسيتا وكفاية اول لاثنين قدام عمر الصلاية يبقى في نص الملعب حمدي فاتحي وديانج ومروان عاطية يزبطوا شوية في نص الملعب يبقى رباعي امام رباعي خط الدار في نص ملعبنا ازاي ندفع كويس جدا لما نقطع ازاي نطلع كورة الحسين وبرسيتاو عشان نستغل المساحات اللي كده كده كانت حتتفتح بالنسبة اللي عبت النادي الاهلي لان الوداد ما كانش في حاجة حيبكي عليها اتنين صف عارفوا ان هما طلعوا من البطول ما كانش فيه هدف قدامهم وغير ان هما يجيبوا هدف صحيح وانا برضو وده برضو مجرد راية يعني او احساس انه زفين فاندنبروك راهن او غامر قالك وهو طلب من اللي عبته الهدف بتاعنا من بعد الاهلي مسجل هدف التاني ان احنا نسجل هدف حتى لو استبني هدف تاني يعني يعني اطلع حسابها كده قالك اطلع تلاتة واحد احسن ما اطلع اتنين صفر اسجل هدف هنا في القاهرة يريحني قبل ما اروح كذا بلانكف عشان كده شوفنا زي ما حاجت بتقولون شوية فيه هجوم عشوائي وفيه مساحات من وفراغات وراء شوارع في دفاع فاعتقد ده مش طريقة لعبة او مش شكل منظم لفريق بحجم الوداد بيلعف بوراه بحجم نهائي دوري لا 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 ما كانش شكل منظم لانه هو عنده حق ان لو الماتش خلص اتنين صفر هو محتاج ان هو يكسب هناك ثلاثة صفر يجيب ثلاثة جوان ودي مستحيلة في النادي الآن انما مثلا لو ثلاثة واحد ايجيب جنين يعني تبقى فهو ما كانش قدامهم ولا هو ولا لعيبة الوداد ان هما غير ان هما يحريزوا هدف وعلى فكرة الراجل دول ما اشتغلش مع فرقة الوداد ده بقاله فترة قصيرة معاهم شهر وشوي بالزبط يعني هو يعني حتة بصمته وفكره لا 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 بس هو اشتغل في الدولة المغربي واشتغل في افريقيا كتير يا كابتن خالق كويس وحافظ الاهلي كويس قوي على فكرة كويس بس ما ينفعش مدرب يروح يمسك فرقة شهر ويبقى له بصمات لا 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 بيبقى محتاج شوية وقت شوية زيادة مع اللعيبة ولكن لعبة الوداد برضو المواقف بتاعة الجماهير والضغط العصبي والنفسي لا هما بيعرفوا ويتحكموا في نفسهم بشكل كويس طيب قبل ما روح لهناك قبل ما روح لهناك واحد التجربة بتاعة الوداد ساندونس في المغرب مفيدة لنا يعني فرقة يعني من أقوى فرقة القرارة بتلعب ناقصة واحد من الشوط الأولين ونقصة التانية في الشوط التاني مع الوداد على أرضه وسط جمهوره وقدرة تخرج بالجيم بالنتيجة دي أو بلا سكور ده هل طريقة ساندونس أو هل اسلوب ساندونس قد يكون مفيد في مواجهة الوداد ولا الأهلي شيء وساندونس شيء تاني خالص فبالتالي ما نحطش القصة دي في حسابات لا الأهلي شيء وساندونس شيء خالص يعني انت تفتكري عافية لما كنت معاك هنا في البرنامج لما القرعة عملت بتاعت دور الثمانية برجهات وسألتني الفاينال مين قلتلك الأهلي والوداد لو ترجع للحلقات بس ده من من الأول خالص من الأول خالص فرقة الوداد داي وانا ده قلت برضو معاك ان فرقة الوداد الفرقة اللي بتعرف تدافع كويس هي اللي تخوفك ساندونس فرقة هجومية بيهجموا بشكل كويس وبشكل مؤسر ولكن دفاعيا عندهم أخطاء كبيرة جدا 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 اه بس رغم كده رغم ان هما كانوا بيلعبوا نقصين مع الوداد في ملعبه في المغرب تلعوا سفر سفر نقصين بيلعبوا شوت كامل دعم لو تعاد تاني بس مش شوت كامل بس لو تعاد تاني الوداد زي ما بقولك الحلول الفردية عند اللعيبة قليل يعني ما فيش الحلول الفردية المهارة وعندهم شحد زي بيرسي تاو او حسين الشحات او كهربا عنده حلول لأ فانت لما بتقفل قدام انت لما اي فرقة بتيجي بالدافع لو انت بتقول لعبوا نقصين اتنين لعيب فاضل كامل لعيب تمانين يعني فاضل تسعة لعيبة جون حرس مرمى وتمان لعبين لو دفعوا بالتمانية لا يقفلوا الدنيا مش مهم من الاتنين دول في النواحي الدفاعية هيا تبقى مؤسرة لو انت ناقص في النواحي الهجومية بس بس ده حاجة بقتي بتقول ساندونز دفاعيا مش 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 افضل حاجة عندهم اخطاء ورغم ان هما كانوا بيلعبوا نقصين في المغرب يعني 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 هو قريدي وهو كامل العدد فريق عنده اخطاء دفاعية واضحة للجميع بالزبط وبيلعب بره ارضه مع الوداد قدام جمهور الوداد ومناقص لعب وقدر ان هو يطلع بالنتيجة عدد صفر صفر كويس فرغم انه انا بشوف الاهلي دفاعيان افضل بمراحل من ساندونز كتير طب فبالتالي نفيش مقارنة بين الاهلي وساندونز في النواحة الدفاعية بس انا كنت بكلمك في حتة بعيد عن ساندونز اي فريق هيلعب ناقص اتنين لعيبة سهل جدا انه يعمل دفاع انه هو يدافع بشكل كويس وما يجيش فيه جوان ولكن لو هتطلب منه وهو ناقص انه هو يهاجم هي دي المشكلة زي مثلا لما بتعمل كرة بالعرض على تلاتة مهاجمين على مدافع واحد جوه الثمانتاشر مش هجيبه جوان لا مفيش فرق بين الناد الاهلي وبين ساندونز في النواحة الدفاعية احنا احسن كتير جدا في الدفاع وفي الهجوم انا كنت بتكلم على فرقة الوداد بيعرفوا يدفعوا كويس في استغلال بقى بيستغلوا كل العوامل المساعدة الخارجية وجوه الملعب بيعرفوا يتصرفوا معها بشكل كويس جدا من ناحية اضاعة وقت من ناحية ربنا يسطر على التحكيم يوم الحد يعني العوامل دي كلها بإذن الله لازم نتعامل معها بشكل كويس صحيح طيب خليني أخذك لمطش الحد وقبل ما اروح للتسعين دقيقة عايزة أقف معاك شوية فترة الاعداد والتحضير للمباراة سواء في القاهرة هنا أو بعد إن شاء الله وصول البعثة بالسلامة للمغرب على مستويين مستوى نفسي وزهني ومستوى بدني وفني وخطتي شايف الأعداد الأفضل نفسيا ومعنويا اللي لعبتنا إزاي في الفترة دي إن ينسوا الماتش الأولاني وينسوا النتيجة إحنا راحين نلعب أكننا حنلعب مباراة واحدة هو ده الفاينل إحنا السنان اللي فاتت لعبنا الفاينل من مباراة واحدة فننسى النتيجة وننسى الماتش دوا إحنا متقدمين بهدف كسبانية 2-1 التركيز كله في كيفية التعامل مع الأجواء اللي هم حيشوفوها واللي هي واضحة مثلا بالنسبة لي بشكل كبير جدا وأكيد واضحة ليه الجمهور هيبقى مليان الملعب تنزلش تبص على الجمهور خليك بصص في مستوى الرؤية بتاعك دايما أنا أقول مستوى الرؤية خليه على قد النظر بتاعك ما تبصش فوق فأنت مش هتحس بقى أن زحمة والناس دي أول حاجة نمر اتنين كيفية التعامل مع لعيبة الوداد جوه الملعب لأن لعيبة الوداد حيحطوا لعبتنا تحت ضغوط رهيبة جدا حيحطوا لعبتنا والحاكم أنا بتأكد في داخل الحاكم حاجة على فكرة خلينا أتكلم مع حاجة في الجزئية دي أنا بشوف أنه مش عارف دي ثقافة ولا دي أسلوب ولا يعني بشوف أنه لعيبة شمال أفريقي عموما تونس جزائر مغرب بيجيدوا جدا محترفين في قصة أنهم يتعاملوا في مسألة الضغط النفسي على الحاكم قدرتهم على التأثير عندهم حرفية يعرفوا يخدم الحاكم اللي هم عايزين يعرفوا يبيعوا للحاكم أو يخنعوا الحاكم يعرفوا يخدوا الحاكم ويسيطروا عليه ويحطوه مش عايز أقول في جوة إرهابي بس بيبقى فيه مع ملوم حساب على العكس من اللاعبتنا هنا في مصر بشكل عام ولعبة الأهلي طبعا أمه يعني مؤدبين وأخلاق على أحلى مستوى بس الحقيقة في أوقات بيبقى القصة مش كده يعني لازم الحتة دي بقى فيها حنكة يبقى فيها خبرة إزاي تقدر على أقل لو مش هتاخد منه حاجة ما تخلوش ظلمك أو ييجي عليك زي ما بقولك الأجواء جوة الملعب اللي حيقابلها لعيبة الناد الأهلي من قبل لعيبة الوداد هم في حاجتين إحنا لازم نتجنبهم خالص كور مشتركة هو حيورتك في كور مشتركة كتير وفي التحامات كتير عشان يدي فرصة للحاكم إنه هو يجمله لو عايز يجمله وبإذن الله ما يجملهمش في حاجة فيبقى إزاي إن أنا أشغل مخي وتعامل معه على فكرة أنا كنت يعني بعد ما عايز أعلق على كلام الكابتن خطيب المهاردة لإن أنا تفرجت على الاجتماع ده وشوف بقى حنكة كابتن خطيب عشان هو طبعا كان لعيب كبير وأسطورة من الأساطير انت حتشوف هو دلوقتي جمع الجهاز الفني كله جوله اتكلم معه فيه لقطة تانية هو يماشي دلوقتي حيروح للعيبة مع الجهاز ده كلام تاني قاعد يتكلم مع كل الناس تالت حاجة جاب كولر لوحده مع المترجم ووقف يتكلم معاه فطبعا الترتيب دوا أو التنظيم ده في الكلام ده مش جاي كده مش بالصدفة يعني لا مش بالصدفة ده عملية مترتبة وعملية من كابتن كبير زي كابتن خطيب هو عارف يتكلم مع مين امتى وقدام مين فابتدى بالجهاز الفني كله وبعدين راح للعيبة مع الجهاز زي ما احنا شايفين بعد ما هيخلص اللقطة دي حيروح هياخد كولر لوحده هو والمترجم ويتكلم معاه ففيه فرق بين الحديث في الثلاث مواقف دول فيه كلام تقال هنا ما تقالش هنا وما تقالش هنا فديه النقطة مهمة جدا وكانت طبعا زيارة كابتن خطيب للفرقة في التوقيت ده مهمة جدا لان ازاي وجوده حيدي ثقة للجهاز ولللعيبة وحيدي طبقنينة للجهاز ولللعيبة وحيديهم شيء من التركيز اكتر شوف اللقطة التالتة خد كولر مع المترجم بص حتى في واحد من الجهاز اتكلم مشي دي تالت حاجة يعني كاف خطيب ابتدى كلام مع الجهاز الفني كله وبعدين خد الجهاز الفني وراح لللعيبة اتكلم مع اللعيبة وبعدين مع كولر ومترجم لوحده ده كلام وده كلام وده كلام واخد بالك برضو الاجواء المنتظرة للاهلي في المغرب يمكن ما مرش بها ميستر كولر قبل كده حتى في مباراة الرجاء وخصوصا ما حسيت لقاء نهائي في مباراة عودة فبالتالي يجب اعتقد يعني يجب على طبعا اكيد كابتن محمود الخطيب يتكلم في ده اكيد كابتن سيد عبد الحفيز يتكلم في ده لكن يجب تهيئة كولر انه قصة مش قصة كرة بس ومش قصة التسعين ديها بس لقى فيها حاجات تانية كتير لازم يبقى هو حاططها في اعتباره ومحضر لسكواد الماء ومحضر فرقته لإزاي انها تتعامل معها مهمة جدا لانه هو فعلا الأجواء دي هو مش متعود عليها ومتعودش عليها لازم يعيش فيها من دلوقتي فلازم يعيش فيها من دلوقتي والناس اللي حواليه لازم تعيشوا في الأجواء اللي احنا هنشوفها من دلوقتي يعني من ناحية الجمهور في الملعب من ناحية التحكيم اي حاجة بره التسعين ديها هو هادي ويعرف يتفاعل ويتعامل مع الماتش خلينا نروح ليهم هما الأول يمكن أنا كنت في بداية الحالة بقول انه احنا رايحين بأفضلية رايحين بأفضلية ان عندنا أكتر من نتيجة تخدمنا في تحقيق اللقب أولهم الفوز بأي نتيجة تانيهم التعادل بأي نتيجة تالتهم لقدر الله الخسارة بس يبقى عن طريق تسجيلنا على أقل هدفين يعني لو خسرنا 3-2 لو خسرنا 4-3 خسرنا أي نتيجة غير 1-0 أو 2-1 احنا حقا للقب فبالتالي احتمالياتنا أكتر بكتير وأفضل بكتير منهم نمر 2 عندنا أفضلية التقدم يعني اللي عنده رغبة أكتر في أنه يهاجم اللي عنده الهدف الرئيسي أنه يسجل هو الوداد مظبوط فخلينا نسألك ده هل يفكر فاندنبروك في أنه يلعب جيمي هجومي مفتوح قدام النادي الأهلي ولا ترى أو تعتقد أنه هيكون سيناريو مختلف عن اللي إحنا منتظرين أنت قلت أن اللي هيبقى متصربع ومستعجل عشان يسجل هدف الوداد ده طبيعي عشان يرجع ده ده الوضع الطبيعي عشان هو متأخر بهدف مظبوط ولكن من خبرة الواحد برضو ومشاهداته الكتيرة سواء وأنا بشتغل أو سواء وأنا بتفرج مش هيحصل كده لأنه هو عايز يكسب واحد سفر الهدف ده ممكن يجي في الدقيقة تمانية وتمانين ممكن يجي في الدقيقة سبعين مش في البداية حالة التصرع دي مش هتبني البداية مش من البداية لأنه هو مش من مصلحته أن يلعب برتم عالي حيشدك معاه لا زي ما أنا قلت لك في الأول إزاي نايمك هو حيبتدي كل الناس بتقول أن فرقة الوداد حتبتدي ضغطة من أول الماتش على فرقة النادي الأهلي تمام مش هنشوف كده هنلاقي الدنيا هادية 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 ربع ساعة في الشرط الأولاني هتلاقي الرتم تغير واللعب تغير ربع ساعة أو تلت ساعة تمام وبرضو عشان هما ما يصرفوش في بازل الجهد اللي أنا كنت بتكلم فيه إحنا لازم نبقى عارفين السيناريو ده بشكل كويس جدا ولازم نبقى إحنا عارفين الهدف بالنسبة لنا إيه الهدف بالنسبة لنا مش أن إحنا هنقعد ندافع تسعين دي ألا الهدف بالنسبة لنا إزاي نجيب جهود طيب أنا عندي سؤال طبعا إزاي ندافع يعني هو مهم جدا تتكلم في فكرة إنه إزاي تدافع وفكرة إنه إزاي تسجل دول سؤالين مهمين جدا وبتالي دول يمكن يكونوا أهم سؤالين في التسعين دي إزاي هتدافع وتمنع الوداد من التسجيل وإزاي تقدر تسجل في الوداد هدف يصعب من مأموريتهم ويسهل علينا الدنيا كتير بس قبل ده أنا عايز أقف محاك في شوية أرقام أو خلينا نقول تحليلات لكتير من الناس لقيمة الأهلي دفعين وأنا وحضرتك متفقين وكل نفسي بنقول من ده إنه الأهلي يعني تطور دفعين جدا مع مستر كولر وده حاجة بتعكسها الأرقام لكن في نفس الوقت مش عايزه يكون فخ لأنه الوداد في المباراة القاهرة شكل علينا خطورة كتيرة جدا صحيح ما بيوصلش كتير لكن في كل الأوقات اللي وصل فيها كان عنده فرصة مؤكدة وكان ممكن يسجل مرة واثنين وثلاثة شبير أنقذ واحدة في الشوط الأول زي ما حاجة كلامة انفراد واضح وصريح فرصة هدف مؤكد وأنقذ واحدة في الشوط الثاني برضو والعرضة تكفلت بالفرصة الثالثة أو بالتصويب الثالثة هل عانى الأهلي دفعيا أو هل كان فيه أخطاء دفعية واضحة بالإضافة طبعا لكورة الهدف اللي كان فيها مسؤولية مشتركة هل المباراة دي شاهدت ارتباج دفعية أو أخطاء دفعية سازجة من فرقة النادي الأهلي لا مش أخطاء دفعية سازجة لا مش أخطاء سازجة ولكن هي كانت حمدي فتحي وديانج كان لازم مستوى الأداء بتاعهم كان يتغير شوية هو من بداية المباراة لغاية الديقة 60-65 حمدي فتحي 70% هجومي 30% دفاعي يعني 70% بيقوم بأدوار هجومية وبيكمل مع المهاجمين قدام وأدوار دفعية بنسبة 30% كان لازم الفرقة كلها كانت طالعة بالنسبة يعني مش ممكن الفرقة كلها تبقى هجمة ومش ممكن فكرة لا ما كانتش الفرقة كلها هجمة احنا نكوناش بنهاجم بكل فرقة على فكرة انت بتهاجم بالتلاتة اللي قدام ده سامبو بولي سامبو راس الحرب بتاعهم كان راجع نص ملعبهم هما كانت دي طرق دي القرير كانوا بيلعبوا بيها الظلم النص الملعب أنا فاهم بس في الوقت ده أطلب من حمدي لا مش في الوقت ده أنا ما أكلمش في الوقت ده اللي سامبو راجع في نص الملعب مش هو ده لا لكن هما وصلوا هما بيلعبوا بالطريقة دي بالزبط يعني الأوفر اللي تلعب لسامبو وريحه بدماغه راجل راح انفراد كان فراد صريح يعني لو فيه أخطاء دفاعية ما بتبقاش مسئولية خط الدفاع بس أنا فاهم بدءا من حتى المهاجمين طيب حتى ما حملهاش لخط الدفاع أنا بقول إنه كان من السهولة بإمكانية وصول الوداد لمرمى شوبير مرة واثنين وتلاتة واربعة ده كان سببه إيه؟ عدم الارتداد بعد مكورة بتتقطع مننا من الناحية الهجومية عدم الارتداد السريع للناحية الدفاعية بالذات للاتنين لعيبة حمدي فتحي وديانج طيب الهدف اللي دخل في الأهلي كان في منطقة البوكس بتاعت الصندوق علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وقاليو ديانج قاليو ديانج كان وقف في السيكسيار ده مع رأس حربة فريل وداد ومحمد هاني ورغم كده تلات لعبين للوداد موجودين في المنطقة سجلوا هدف علي معلول كان مع أوناجم بره يعني على الطرف أصو أصو خط الدفاع كله معادي أوناجم لعب الباصة دايم تمام والراجل الظهير الأيمن جاي بسرعته قادمهم من الخلف محمد عبد منعم كان من السبات وهي دي الغلطة مفيش دايمان ولعبت الكرة لازم من المواقف الكتيرة هتتعلم في حاجات ماينفعش ألاقي واحد جاي بسرعته هيدوس على الكرة ويكمل وأنا بقى من السبات سبات حيفوت مني وحيعديني وهو دا اللي حصل محمد عبد منعم لو كان مش واقف ثابت على رجلين لتنين على أكعب رجلية يعني زي ما احنا كمدربين بنقول لو واقف هو بيتحرك شوية وشايف الراجل إنه حيزقه كان ممكن لو كمل معاه ما كانش فيه مشكلة حنيجي بقى لما الكرة تلعبت أو يعمل فاول أو يعمل فاول بس كان جوه التمنتاشر دا داس ودخل جوه التمنتاشر الكرة بقى لما تلعبت بالعرض انت كده عندك محمد عبد منعم طلع بره اللعب وعلي معلول طلع بره اللعب كان عندك فيه ياسر إبراهيم ياسر رح عليه وعمل تاكلينج على الأرض عشان يمنع يمنع العرضية لو هتتلعب عرضية هو لعبها الورى كويس فيه مين بقى كان موجود كان بولي سامبو وقدامه ديانج لاتنين بولي سامبو حاول يسيطر على الكرة معرفش هي دي بقى خبطت في البوتس بتاعته ورجعت الورى هو شبير والجون خط جون مروان عطية كان فين في الموقف ده بقى اللي احنا عمالين نفسر فيه مروان عطية فين ما شفتوش يبقى هنا تمركز مش مظبوط حمدي فتحي فين مش ما شفناهوش في الصورة دي خالص يبقى تمركز مش مظبوط هو ده اللي انا بكلمك كنت فيه ان كان لازم ديانج وحمدي يقفوا شوي يقفوا كلعيبي لعبي وسط مدفعين مع مروان عطية شوية في الوقت ده من الماتش يعني يقلبوا انا ممكن ابتدي ماتش بأداء معين وبعدين اغير دماغي اقف احس ان الفرقة محتاجاني ان انا اقف في مكاني شوية منها ان انا اخد نفسي شوية ومنها ان انا اقمن نفسي واقمن فرقتي فحمدي فتح مروان عطية في الهدف المفروض يبانوا المفروض كنت تشوفهم لا ما شفناهمش يبقى كانوا متمركزين غلط وكانوا مضروبين ما لحقوش ان هم يرجعوا ويحطوا نفسيهم في المكان المزبوط تمام بمناسبة شو بيرن والحقيقة تقلق في المباراة اللي فاتت وجتين ناظر وجب تقول طبعا عودة شناوي بخبراته بتراكم الخبرات اللي عنده وجوده كقائط في الملعب للعيبة حتى لو كان بنسبة 80% جاهز افضل لحرص المرمى وفي ناس تقول لا شو بير قدى ويكمل ويلعب الماتش اللي جاي كابتن خلد رأيه ايه حرص مرمى النادي لأهل شو بير عمل ماتش هايل وزي ما بقولك من المكاسب الكبيرة جدا بتاعة الماتش ولكن انا دايما كمدير فني لازم افكر برضو في مصلحة اللعيب يعني محمد الشناوي زي ما انت قلت خبرة كبيرة جدا تعتمد هل هو سليم ولا مش سليم تمام لو محمد الشناوي سليم لا يكون هو موجود عشان حتى حاسب هو ممكن يبقى سليم ولائق بس ممكن يبقى فنيا مش هو الشناوي اللي قبل الاصابة يعني دوارت جدا يعني الشناوي بقال له قد ايه محطش رجله في الملعب بقال له فترة طويل لكن هو ممكن يبقى تعافى من الاصابة جاهز طبيا جاهز طبيا يقولك شناوي يلعب لكن فنيا ما وصلتش للفورما اللي كان عليها قبل الاصابة فانا قدر اقولي الشناوي 80% 85% من مستوى هيجيب 85% من مستوى على مطش الحد اللي جاي اراهن على الشناوي ولا دي الشبير لا اراهن على الشناوي عشان احافظ على شبير كمان تمام لانما حط الشبير برضو في الظروف دي زي ما بنقول لو الشناوي متعور وبعيد يبقى شبير اكيد طبعا خلص دي ما فاش كلام ما فيش جهاز فني هيغامل في مطش الحد ولكن الشناوي زي ما انت بتقول 80% 85% لا بخبرته وبوقفته وبسيخته في نفسه وعدد المتشات اللي لعبها لا حيكون برضو يكون هو موجود عشان كمان احافظ على شبير لان حرام برضو علي انا كمدير فني لو عندي الحارس اللي هو سنه لا على الشناوي يعني خبرة وجوم مصر وأحسن جوم في أفريقيا ان انا اضحي بولد لسه بروميسنج ولسه صغير ولسه طالع وعمل ماتش كويس جدا انا عايز احافظ عليه برضو وفي نفس الوقت الشناوي وجوده لا حيدي ثقة برضو نمرأ بشكل كبير بالنسبة للفعل طيب احنا بقى يعني امكان اتكلمت على الودايد عايز اتكلم احنا ازاي بيفكر او ازاي يفكر كولر في المباراة والحقيقة فيه سيناريوهات كتيرة جدا ممكن نترحها او نتخيلها ايه ممكن يكون الافضل من وجهة نظر كابتن خالد فكرة انه الاهلي يلعب كورتو وده شفناه مع فرق كتير بره الارض يعني شفنا الاهلي يمكن حتى من بعد فترة عدم الاستقرار او اهتزاز العروض اللي انتهت بمطشو سانداونز بره في جنوب افريقيا في بريتوريا من بعدها الاهلي يلعب بره يلعب جوه يلعب بنفس الطريقة يلعب بنفس الاسوب بصرف النظر عن اسم المنافس بصرف النظر بنعب محلي بنعب افريقي والاهلي قدم اروض قوي جدا وقدم كرة هجومية ممتعة جدا واتطور دفعين جدا قط كاميروني هلال هنا في قاهرة رجاء مغربي هناك وهنا ترجي هناك وهنا شفنا الاهلي يلعب كرة ممتعة المستحوز يلعب بره يلعب جوه استحوازه هو اسلوب الايجابي كرة الهجومية قدرة على صناعة فرص كتيرة جدا وقدرة في النهاية على الفوز برضو هل تلعب بنفس الطريقة والاسلوب والمنوال مع الاخدف الاعتبار من دي مباراة مهمة جدا في بطولها هي الاهم ومباراة صعبة ولا تفكر تغير من طريقتك وتقول لا انا احاول اوهم الوداد ان انا هلعب جيم دفاعي هتخلى عن الكرة هتخلى على فكرة الاستحواز وحاول العب جيم هصور لانا هلعب جيم دفاعي بحيث انه استدرجه وبتدي العب على الكونتر اتاك الفكر اللي بيفكر فيه ميستر كولر للتسعين دي الطريقة الانسب لمواجهة الوداد في مباراة العابط انا متهيق لي ميستر كولر هيلعب بنفس الطريقة مع اختلاف المهام مع اختلاف الوظائف يعني نفس اللعيبة بنفس الطريقة مع اختلاف المهام اللي حيطلبها من اللعيبة جوه الملحب ممكن انت تيجي النهاردة اللعيب بتديله مهام هجومية بنسبة اكبر تيجي في ماتش تلاعبه هو هو بس تقلل من المهام الهجومية تخليها 50-50 يعني انت متفق على انه التشكيل اللي بدأنا فيه القاهرة وطريقة اللعبة اللي بدأنا فيها في القاهرة هي الانسب لبداية في المغرب اه بالزبط مع اختلاف المهام بالذات لحمد فتحه ما فيش اسماء تانية ممكن كابتن خالد يكون لها دور مهم في مباراة مفيش اسماء ممكن كمان خلينا اقول لي بقليها خبرات وخصوصا مع الفرق شمال افريقيا ممكن يكون لها دور من البداية في مواجهة الوداد لا فيه بس برضو انت بتلعب مباراة على بطولة اي مش من المنطقي ان انت حجيب واحد بعيد شوية او ما بيلعبش بشكل مستمر وتيجي تحطه وتاخده من الدار للنار لا انت ماشي الفرقة اللي عملت نتائج هيلة زي ما انت قلت الهلال السوداني والقطن ما هي نفس المجموعة دي اللي هو يعني مركز عليها مستر كولر مع اختلاف المهام مع اختلاف المهام وفي نفس الوقت لازم يكون عندي اوراق ربحة معايا برا على الدكة ممكن استخدمها في اي وقت طيب خلينا عشان تعرف احنا اليومين دول كله بيكلم في المطش وكله بيكلم في يعني ازاي الاهلي ان شاء الله يطوق باللقب فبنسمع سيناريهات كتيرة جدا واحد من السيناريهات كان فكرة انه تحت عنوان يعني هل يعتبر ضرب من الجنون اننا غير طريقة اللعب ولعب مثلا في المباراة دي تلاتة اربعة تلاتة يعني ابدأ بدل ما ابدأ باربعة تلاتة تلاتة ابدأ بتلاتة اربعة تلاتة وابدأ بسلسي مثلا في خط الظهر منع مياسر ومتولي عشان امتص قدرات الوداد الهجومية اللي يمكن ما ظهرتش خدوا بالحرككم برضو انه الوداد على ملعبه اكيد هيبقى اجرسف اكتر اكيد الشق الهجومي عنده او ناعي الهجومية اكيد وسط جمهوره مطالب انه يبان بشكل اجرسف حتى لو تكتكان بفندنبروك قال لهم جي مقفول لغاية لما اقول لكم هجوم يعني بس الضغط الجماهيري اكيد هيأثر على العيد ففيه ناس يقولك ليه ما يفكرش يلعب بتلاتة اربعة تلاتة ويبقى فيه عندي تلاتة سبتين في خط الظهر يتعاملوا مع الغشامة الهجومية للوداد وادى اريحية كمان لخط النص ان يعمل ساكن بلوكو يبقى بيساعد عنده اكتر من واجبات دفاعية عنده قدرة على ان يوم بنواحي هجومية تقدر تساعد في كاونتل أتاك مع سرعات تاو وسرعات حسين الشحات اكبر انا بقول بس يعني انا مش مختنع بس انا بقول لحضرتك يعني الواحدة من وجهات النظر يعني الرد على وجهة النظر دي بسيط جدا خد بالك الكلام في الكرة سهل جدا وممكن يبقى صعب جدا طبعا فبخدر الامكان ان انا حسهل بحيث ان اللي يتفرج علينا يفهم يعني طب لو لعبنا بتلاتة مساكين على حسب وجهة النظر اللي قال تلاتة اربعة تلاتة هم بيلعبوا بكام راس حربة براس حربة واحد طبعا يعني هتوقف تلاتة على لعيب بقوا هم زيادة عليك بقى في مساحات الملعب التانية قد ايه بس خد بال حضرتك انه نجم الزهير المترجي في المطس ده اساس وجناح طبعا دول اساسهم اجناح ايه بيخشوا على جوه بيخشوا على جوه وبتزيد الاصرارة من وراءه لان ما يخش على جوه ما هي ال واجبات واجبات كل طريقة وواجبات اللعيبة الجناح مسؤولية مين الباك تمام سواء بيلعب على الخط سواء دخل لجوه مش مسؤولية مساك خد بالك لان لو في فرقة مش فهمة الكلام ده بتحصلها مواقف كتيرة او بيتضحك عليها فيها ايه يعني دايما في طرق اللعب الحديثة دلوقتي بنقول الجناح مسؤولية الباك يعني الجناح بيلعب ناحت الشمال مسؤولية مثلا محمد هاني تمام لو لعب على الخط مسؤولية محمد هاني نمر واحد ازاي ما خلوش يرقصه ويفوت منه من على الخط تمام طب لو دخل جوه ايه اللي حيروح فين بقى اللي دخل جوه مين اللي حياخده برضو محمد هاني لغاية يعني بيبقى فيه مسافة محددة بيخش معاه لجوه تمام خد بالك النادي الاهلي بيعمل الحتة دي وبيضرب بيها الفرق كلها حقيق حسين الشحات وبرسي تاو بيسقطوا او بيخشوا الجوه بيقطعوا يضموا الجوه مين بيمسكوا بيبقوا على طول فري محدش مسكهم وبيمسكوا كوره وعشان كده بيقدروا يصنعوا لعب ويلعبوا سروهات لأول ما بيخش جوه محدش بيمسكوا خلاص مش متشاف بيبقى فري وفاضي فبيقدر يلعب فلعبت النادي الاهلي فهم الكلام اللي أنا بقوله ده بشكل كويس جدا كل واحد في مركزه واحنا بندفع هيلعب مع مين وفين وازاي تمام فطبعا اللي بيقول تياتا اربعة تلاتة بيلعبوا رأس حربة واحد ده وقف عليه تياتا لعيبة طب هم زادوا علي كده ايه اتنين لعيبة في مساحة الملعب هو كلام كمان على فكرة انه مع الكرات العرضية اللي بيجدها جدا فريق الوداد هم بيعتمدوا بشكل أساسي معظم أهدافهم لو ما جاتش من ضربات جزاء بتيجي من كرات عرضية سابتة أو متحرك هم سنجلوا 11 هدف في البطولة منهم تقريبا 8 أهداف بشكل ده ففكرة انه هيعلق طول الوقت جوه السندوق يعتمد على خطأ دفاع يعتمد على كرة ملطوصة يعتمد على دربكة فبالتالي لما نزود العدد في جوه المنطقة دي كان صاحب نظرية يعني أنه أزود لهم عدد المدافعين واللعيبة اللي بتجيد ألعاب الهواء جوه المنطقة ده يحد بشكل كبير جدا أو يمنحهم أو يشللهم يعني يعمل عملية شلل للسلاح الرئيسي اللي هم بيستخدمون وهو الكوهة العرضية أي الكوهة العرضية بتتلعب منين من على الأجناب طب بدلا أنا مزود واحد جوه ثلاثة مساكين طب ما نقفل لجناب بشكل كويس جدا بحيث أن أنا أمنع أي كرة عرضية لك ده يخلينا نقول أنه لو أربعة ثلاثة ثلاثة بنفس الأسماء حقك هتدي تكليف اللي عيب تخطي النص أنه أدوارها الدفاعية تبقى أكتر تميل أكتر لنواح الدفاعية مرحوان أعطي 80% دفاعي 20% هجومي في الباص تمام يعني أدواره الهجومية أنه هو بيمرر فقط لغير تمام ملعب سابتين مع مرحوان أعطية و 35% هجومي برضو عن طريق التمرير وفي عندنا ثلاثة فروضة نرميهم قدام عندهم حلول كتيرة جدا ممكن يعملوا مشاكل لفرقة الوداء إيه السيناريوهات المختلفة اللي تحطها أو ترسمها للمباراة أكيد الموديل الفني بيقعد يقول ماذا لو في أول ربع ساعة أو في أول تلت ساعة أو لو خلصنا شرط الأولامة بيبقى السيناريو كذا إيه المباراة الوداء يعني الأهل يسجل حيكون إيه السيناريو الأهل يستقبل إيه ممكن يكون السيناريو الأهل يسجل نبتدي الأهل يسجل إن شاء الله بإذن الله وعشان نسجل يعني عزي إن إحنا نقدر نبقى خطر ونجيب نقدر نسجل أهداف إحنا عندنا تلاتة مهاجمين على مستوى عالي جدا 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 بيتمتعوا بكل حاجة في الكورة استلام وتمرير وسرعة ومروة وتزديد وتهديف كفاية قوي إن إحنا نهاجم بالتلاتة لعيبة دول يعني أنا من وجهة نظر كفاية قوي وإحنا بنهاجم في التلاتة دول والفرقة السبعة لعيبة التانين من تحتهم يعني أنا مش عايز علي معلول يتقدم كتير رايح راجع ولا محمد هاني لا 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 مش مطلوف في المتشده أنا عندي تلاتة قدام إزاي طلع لهم الكورة ونطلع وراهم وهم عندهم الحلول لأن أنت كده هتضمن لو رامي التلاتة لقدام الفراودة دول كم لعيب حيقف معهم من فرقة الوداد ما ينفعش يقف تلاتة حيقف أربعة لعيبة معهم بقي كم من فرقتهم ست وإحنا بقي كم من فرقتنا سبعة فإحنا بندفع حنبقى سبعة ضد ست فهتدينا الغلبة وحيبقى فينا في أريحية وإحنا بندفع بالذات لو قفلنا الأجناب كويس وعشان نقفل الأجناب كويس يبقى لازم محمد هاني لو الهجمة من ناحيته محمد هاني ومثلا حمدي فتحي معاه ومن قدامهم الجناح صحيح طيب خليس أقل لو قدر الله ده السيناريو الأصعب بالنسبة لنا أنه الأهلي يستقبل في الحالة دي عندي حلة من اتنين واحد زي اتنين يعني أنه الوداد يسجل واحد زي أنه الوداد يسجل اتنين هنا قيمة الهدف بتاعي اللي أنا لازم أرد عليه يعني سجله واحد سجله اتنين أنا في الحالتين لازم أسجل هدف هجومي يفتح خطوطه يلعب مباراة هجومية ولا ينتظر يتأنى يتروى حتى تحين اللحظة اللي ممكن تبقى في آخر ربع ساعة أو تلت ساعة ويحاول فيها خلص المباراة لا خلاص لازم نهاجم طبعا يستنى إيه والبطولة تروح ولكن برضو مش هنهاجم بشكل عشوائي لأن الأهلي ما ينفعش يخسر مثلا بنتيجة مش ما نتقبلهاش أنا أصدر الله حتى لو دفعت بكل خطوطك هجوميا وحتى لو ده تسجل هدف تاني أنت محتاج برضو نفس الهدف اللي حافظ على فرصك في اللقب يعني هما سجلوا واحد زي أنه هما سجلوا اتنين فهذه الفكرة أنه لازم هتهاجم ولازم هتعمل أن أنت إزاي تسجل هدف عشان ترجع نفسك للماتش تاني أو النتيجة تبقى في صالحك ولكن في نفس الوقت مش عن طريق هجوم عشوائي صحيح لا بتلعب جيم هجومي دفاعي طبيعي جدا إزاي أن انت بتهاجم عندك ثلاثة فرودة إزاي بقى تدي مهام شوية هجومية لحمدي فتحي إحنا قلنا حمدي فتحي يقف شوية في نص الملعب لا لو هنبتدي أن احنا عايزين نسجل إزاي حمدي فتحي يبتدي يتقدم تاني ويزيد مع الثلاثة المواجمين قلنا محمد هاني وعلي معلول ما يتقدموش بشكل كبير لقى هتبتدي تطلب مثلا من الباك لناحية الكورة أنه هو يتقدم أهم النصاح التي تقولها الكبتن الفرقة في التوقيت ده وفي مباراة مهمة زي مباراة الوداد من وقع خبراتك الأفريقية كابتن خالي الهدوء إزاي الكلام مع اللعيبة يا بوهدين ما يبقاش فيه احتكاكات ملهاش لازمة مع اللعيبة هناك عشان ما نديش فرصة للحكم يجميلهم السخة في الأداء السخة وانت معاك الكورة إزاي بستحوز عليها وبباصي وخلي الكورة هي اللي تشتغل لأن الكورة عمرها ما هتتعب خلي بالك أكتر حاجة بتهد أي فرقة لما تبتدي تنقل عليها كورة كتير وهي تضغط عليك ومش عارفة تقطعها بتهمد فإزاي نحتفظ بالكورة إزاي يبقى فيه انتشار كويس وإحنا معنا الكورة بحيس إن ما نفقدهاش بسرعة لأنه إنت لو عايز كمان تحط نفسك في ناحية دفاعية بشكل كويس خلي الكورة معاك لأنه مش ممكن الكورة حيجي فيه جون والكورة وإنت عمال بتنقلها نورتنا وشرفتنا كابتل خالف شكرا يا حمد شكرا اللقاء اللي جاي إن شاء الله نكون بيحتفل بالحضاشة بإذن الله بإذن الله ربنا يسهل ولعبتنا رجالة وبإذن الله قادرين إن هم يرجعوا بالكاس بإذن الله إن شاء الله معاكم يوم بيوم ولحظة بلحظة بكرة يبدأ برنامج استعداد الأهلي لمباراة العودة في نهاية دولة الأبطال هنتابع مع حضراتكم عودة الأهلي التدريبات بكرة ومعاكم من هنا لغاية إن شاء الله يوم النهائي يوم 11 معادنا بإذن الله إن شاء الله يكون التتويج بالبطولة رقم 11 في تاريخ الأهلي بشكركم على المتابعة بكرة في نفس المعاد السادسة دايما لعشاشة الأهلي تحياتي لكم